السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وعزائنا طلاب الثالث المتوسط اليوم راح نشرح وياكم إن شاء الله ونحل أسئلة الامتحان التمهيدي للعام 2024 الامتحان الوزاري لطلاب الخارجي التمهيدي اللي امتحناهم به خلال فترة نصف السنة فهذا الامتحان التمهيدي هو يعني النموذج ما تكلش مهم بالنسبة لطلاب الوزاري وأيضا هو يأهلهم طلاب الخارجي حتى يدخلون وزاري فمثل ما تشوفون أمامكم عدنا هاي هي نسخة الأسئلة من الامتحان التمهيدي للعام 2024 طبعا عدنا الجزء الأول والثاني داخلين عدنا بالامتحان الأسئلة هي عبارة عن ستة أسئلة اللي جابة عن خمسة ولكل سؤال عشرين درجة يعني لكل فرع عشر درجات الأسئلة هي جدت متنوعة من الفصول الستة مثل ما نعرف قبل كان عدي جزء الأول اللي هو ثلاثة فصول وجزء الثاني ثلاثة فصول الثانية فهنا أنا جدت عدي أول ثلاثة فصول حوالي يعني تقريبا سبعين درجة إلى خمسة وسبعين درجة والثلاثة فصول الثانية جدت تقريبا خمسة وستين درجة فيعني عدي دائما ثلاثة فصول الأولى تكون كلش مهمة هذا نموذج للأسئلة طبعا الفرع سي مواضح إن شاء الله راح نواضح لكم يا عندي نسخة أوضح بعد إن شاء الله راح باكن وارقة يعني راح نقرأ الأسئلة وحدة وحدة ونعرف يا موضوع وأيضا بيا فصل هذا الموضوع فبعد ما استعرضنا وياكم الأسئلة سرح نجي نحلها وحدة وحدة فليبدي أول شيء بالسؤال الأول طبعا السؤال الأول مثل ما تعرفون يقول جد مجموعة حل المتباينة ومثلها على مستقيم العداد فمنطيني متباينة طالب من عندي أمثلها على مستقيم العداد المتباينة المنطينيها عزيزي الطالب هي عبارة عن أربعة مطلق X ناقص خمسة أكبر أو تساوي ثلاثة يعني متباينة قيمة مطلقة متباينة القيمة المطلقة هي موجودة بالفصل الأول موجودة بالفصل الأول متباينات القيمة المطلقة فعندي هذا السؤال هو من فقرة تأكد من فهمك فأنا حتى أحل المتباينة القيمة المطلقة لازم أول شيء أخلي القيمة المطلقة وحدة فلازم أتخلص من الأربعة ومن الخمسة سالب فأول شي راح أتخلص من السالب الخمسة اللي هو أبعد فراح أضيف النظير الجمعي للسالب خمسة اللي هو موجب خمسة يعني راح أقول أربعة مطلق أكس ناقص خمسة زائد خمسة أكبر أو تساوي ثلاثة زائد خمسة يعني ضفت زائد خمسة إلى طرفين متباين اللي هي النظير الجمعي فراح أجهز سبعتها سالب 5 موجب 5 تروح يبقى بس 4 مطلق X أكبر أو تساوي 3 زائد 5 8 هسا أجي المطلق أيضا يما عدد لازم أتخلص من هذا العدد فإذن سأقسم على 4 يعني النظير الضرب للأربعة هو قسمه إذن سأقسم على 4 يعني هذا الطرف يتقسم على 4 وهذا الطرف يتقسم على 4 4 تروح إلى 4 يبقى بس مطلق X أكبر أو تساوي ثمانية تقسيم أربعة اثنين إذن هسه صار المطلق وحد مطلق X أكبر أو يساوي اثنين بعد ما بقيت المطلق وحد هسه راح أجي أفكه دائما إذا المطلق أكبر من العدد فمعناتها أداة الربط أو فإذن بعدات الربط أو راح نقول X أكبر أو تساوي اثنين اتحاد يعني أو X أصغر أو تساوي سالب اثنين يعني يصير بي احتمالي وحدة أصغر وحدة أكبر يعني ذات جنس نحن على الكتاب فتحنا الفصل الأول نهاية الفصل الأول وهو الموضوع الأخير مع المتبارنة القيمة المطلقة إذا تجي تباوع على صفحة ثلاثة وعشرين لاحظوا يا صفحة ثلاثة وعشرين يقول لك عندك قيمة مطلقة أكبر من العدد فمعناتها راح يكون X أكبر من الأي أو X أصغر من الأي أو سالب أي عفوا والأو هي معناتها اتحاد فهو جايب لك السؤال من تأكد فأنا من جيت هسا هنا على هذا السؤال فكيته حسب المطلق تمام فمن أجي أفكه هسا قلت أو يعني سويتها اتحاد كبر مباشرة فبعد ما سويته اتحاد سأجي أكمل الحل ماتي صارت X أكبر أو تساوي 2 والأكس أصغر من 3 أجي أكتب مجموعة الحل أقدر أقول مثل ما هو قائل بالسؤال أنه الـ S تساوي S1 اتحاد S2 يعني الـ S تساوي مجموعة الحل الأولى X بحيث الـ X أكبر أو تساوي 2 ونقدر نسد القوس أو نسوي 1 اتحاد X أصغر أو تساوي سالب 2 قال لي ثم أمثلها إذا نرجع للسؤال قال ثم أمثلها على مستقيم الأعداد فأجي أرسم مستقيم الأعداد بشكل مبسط هذا هو المستقيم على الأعداد أنا عندي 2 وسالب 2 فالـ 2 من جهة الموجب والـ 2 من جهة السالب وتكون مغلقة لي إذا عندي مساواة أغلق زياد أكبر من الاثنين يعني ذا تروح على الموجب أصغر من السالب الاثنين ذا تروح للسالب فصار عندي هذا هو الحل النموذجي لي فرع أي السؤال الأول فرع أي زياد نجي لي السؤال الأول فرع بي سؤال أول فرع بي يقول دائرة طرفها أقطارها النقطتان أي سالب 1 بواحد الـ B 5 بواحد وجد إحداثيات المركز يعني هنا أنا عزيز الطالب رائد من عندي إحداثيات المركز لهذه الدائرة فإذا نجي نتخيل هنا نسوء أنه عندنا دائرة منطين الأطراف مالتها هذا طرف هذا طرف هذا A وهذا B يريد المركز أو يعني هذا بالنص فهذا المركز مال الدائرة هو معناته نص المستقيم منتصف المستقيم نقطة المنتصف فعني موضوع نقطة المنتصف هو موجود بالفصل الرابع فإذا نجي الساعة الفصل الرابع الفصل الرابع اللي هو الهندسة الإحداثية الفصل الرابع الهندسة الإحداثية عندي موضوع اللي هو المسافة بين نقطتين وعندي نقطة المنتصف إذا نجي نطلع هذا الموضوع اللي هو تقريباً راح يكون بالأخير مال الفصل هذا صبح 103 قانون نقطة المنتصف هذا القانون هذا أنه نقطة المنتصف هي أجمع الإحداثي مال X أقسم على 2 أجمع الإحداثي مال Y وأقسم على 2 هاي النقطة هي تمثل نقطة المنتصف فهو بسؤال إذا نرجع للسؤال إشقال جد إحداثي مركز الدائر مركز الدائر يعني النص مالته فيعني النص هذا المستقيم فأنا حتى أطلع على النص المستقيم إذا أول شاء الله لازم أسويها أجي أكتب الأي والبي المنطينيان هو بالسؤال الأي هو منطينيان سالب واحد موجب واحد البي خمسة بواحد نحن نعرف أي نقطة هي عبارة عن اكس واي اكس واي أي زوج مرتب هو اكس واي فهذا الأول وهذا الثاني فأجي أكتب نقطة المنتصف لأن المركز يمثل نقطة المنتصف يعني الام تساوي لحداثي الأكس أجمع وقسم على اثنين لحداثي الواي أجمع وقسم على اثنين يعني سالب واحد زائد خمسة يعني أخذ الـ x1 و الـ x2 وهناني الـ y1 و الـ y2 يعني واحد زائد واحد سالب واحد زائد خمسة ناخد شرط الأكبر ونطرح يطيني أربعة لأن الشبير هو خمسة وشابهم بالإشارة ينجمعون إذن أربعة تقسيم هثنين هي ثنين وثنين تقسيم هثنين واحد فهذا اللي هي ثنين واحد هي تمثل تمثل نقطة المركز اللي رادها من عندي بالسؤال لأنه هذ قال بالسؤال إذا نرجالي الورقة قال جد إحتاسي مركز إحتاسي المركز فهذا هو المركز منك المركز هو عبارة عن ثنين واحد رادها من عندي بالسؤال هاي بالنسبة للسؤال الأول طيب ننتقل للسؤال الثاني السؤال الثاني ثلاث أفرع عندي الفرع الأول يقول جد مجموعة تحل النظام باستعمال طريقة التعويض باستعمال طريقة التعويض فرايد من عندي هنا أحل بطريقة التعويض فهنا عندي طريقتين للحل إذا أجابوا على المعادلتين من أجابوا ألاحظ أنهم المعادلة الأولى هي Y تساوي X ناقص 4 والمعادلة الثانية أنه X تساوي 2 ناقص Y فمن طيني قيمة Y ومن طيني قيمة X أقدر مباشرة أعوض المعادلة الأولى بالمعادلة الثانية أو أعوض المعادلة الثانية بالمعادلة الأولى هذا حل وحل ثاني أنه أساويهم كلهم بدلالة X أو بدلالة Y وأجي أحل فأنا ليش أطولها على YFC مباشرة بما أنه قيمة Y موجودة جاهزة فقبل أعوضها بدل قيمتها ويطلع الناتج يعني أصير عندي معادلة جديدة بدلالة الأكس أو بدلالة الـ Y فراح نجي هسه على السؤال نحلها أول شيء أحنا لازم نعرف أنه هو شمطيني قاعد للـ Y تساوي X-4 وX تساوي 2-Y فهان شراح أساوي؟ راح أعوض الأولى بالثانية نعوض معادلة 1 في 2 مباشرة يعني هذا الـ Y اللي هو هنا راح أشيله أخلي البدال هذا الـ Y فأجي X تساوي 2- هذا الـ Y ألغي أخلي ما يساوي ليه المعادلة الأولى X-4 هاي طريقة أو بالعكس شيله الـ X تحط البدال لهذا نفس الشيء راح نجي هسه X تساوي 2- ناقص سالب في X سالب X وسالب في سالب موجب يعني دخلنا السالب على القوس وزعنا هذا الـ X X راح أجي بيهم هذا الـ X حتى يصورون نفس الشيء يعني من نفس الجه X زائد X هو مو كان سالب من النقل السربوجب 2- زائد 4 6 X زائد X 2X أقسم على 2 اللي هو معامل الـ X 6 تقسيم 2-3 لقينا قيمة الـ X ما دام لقيت قيمة الـ X أرجع بأي معادلة فوق أعوض حتى أطلع الجسم الـ Y زائد خلينا نعوض بالمعادلة مثلاً واحد نعوض في واحد عن قيمة X تداماً نكتبهن حتى تعرف استويت وراح أجي هساً فما دام طلعت X 3 وعودت راح أعوض في رقم واحد زائد راح أجي رقم واحد هي عبارة عن Y تساوي X ناقص 4 زائد أنا طلعت الـ X 3 فراح ألغي هذا الـ X أخلي بداله 3 يعني Y تساوي 3 ناقص 4 3 ناقص 4 ناقص شارت الأكبر ونطرح فينطيني سالب واحد لقينا حسنا قيمة الـ Y يعني عندك قيمة الـ X مجموعة الحل هي عبارة عن X Y يعني 3 سالب واحد فهاي هي مجموعة الحل هاي بالنسبة للسؤال الثاني فرع A نجري للسؤال الثاني فرع B فلنشوف السؤال الثاني شنو فرع B طبعاً السؤال الثاني فرع B يقول صندوق فيه 3 كرات حمراء و 3 كرات خبراء واحتمال سحب كرتين خضر من دون إعادة الكرة الأولى من دون إعادة الكرة الأولى فهنانا عزيزي الطالب دع نجي نباوع هذا هو الموضوع اللي موجود بالفصل الأخير اللي هو مع الاحتمالات بس دع نجي على الفصل الأخير الاحتمالات عدي أكو أحداث خلي نشيلي الأسل أكو عدنة أكو أحداث مترابطة أكو أحداث غير مترابطة ماذا؟ يعني أحداث المركبة اللي هي صفحة 155 عندي أحداث مستقلة وعندي أحداث مترابطة فهذا الموضوع مالتنا هو حدث مترابط ليش لأن هسا منيش رحنا حنبيلك هذا الشيء لأن واحدة يأثر على الثاني فعندي السؤال هذا اللي جابه بالامتحان هو في صفحة 157 اللي هو تأكد من فهمك سؤال الأول هذا صندوق فيه 3 كرات حمراء 3 كرات خضراء ما احتمال سحب كرتين خضر من دون إعادة الكرة الأولى يعني الكرة الأولى اللي راح نسحبها ما راح نرجحها واضح؟ فأني من أجهي هنا نتخيلي شوي ويايا يعني فكرة بسيطة أنا عندي صندوق هذا الصندوق بـ 3 كرات حمراء 3 حمراء وعندي 3 خضراء زيان؟ سحبت طبعا المجموع الكلي 3 زاد 3 6 هذا المجموع الكلي 6 كرات أنا سحبت وحدة من من؟ من الخضر من هنا من الخضر سحبنا وحدة جدت بقى من الخضر بقى من الثنين باوع فتأثر فالسحبة الثانية راح تتأثر لأنه يقول لك ما احتمال سحب كرتين خضر أسحب مرتين فالسحبة الأولى راح تأثر على السحبة الثاني يعني هنا مو كان ثلاثة المجموع الكلي كان ستة بعد ما سحبت صار عن ثلاثة بثنيا يعني خمسة فقلنا فأول شغلة راح أسويها بالحل هنا أجي أطلع العدد الكلي للكرات العدد الكلي للكرات هو راح يصير ثلاثة زاد ثلاثة طلع ستة فلنجي نسوي الاحتمال الأول ما للكرات الخضر إذن الاحتمال الأول للكرات الخضراء طبعا هنا حرف ج يعني كيفك أنت أوه حرف تستخدم ماكو مشكلة احتمال الأول عدد الكرات الخضراء على العدد الكلي الكرات الخضراء هنا ثلاثة والعدد الكلي ستة فثلاثة من ستة هو نص زين أنا هسا خدت كرة خضراء المجموع الكلي ستة إذن قد راح يصير خمسة تمام؟ فعدم إعادة الكرة شراح يصير عندي؟ راح يصير عندي العدد الكلي يشاوي خمسة قل وكان ستة صار خمسة ليش؟ لأن الخضراء صار عنه اثنين فمن أجي أكتبها الثاني عندي ثلاثة حمراء واثنين خضراء فمن أجي أسوي احتمال الثاني أنه جي بعد ما أختارت أنا المرة الثانية السحبة الثانية أكتب أفتر راح يصير عندي اثنين من ستة أو عفونا الثانية من خمسة لأن العدد الكلي صار خمسة بما أنه الحدث الأول هو يأثر على الحدث الثاني مثل ما قلنا هي أحداث مترابطة فمعنات أش راح يصيره في هذه الحدث لأنه سيضرب النواتج النهائية فإذن أش راح أقول واحد على ثنين فيه ثنين على خمسة دائما إذا عندك الأحداث مترابطة لازم تضرب النواتج مع الأحداث مع السحبات ماتك فالثنين تروح وير ثنين فيصير واحد على خمسة فهذا هو احتمال اللي طلبة من عندي بالسؤال إذا نجي نباوع قال لك ما احتمال سحب كرتين خضر من دون إعادة الكرة الأولى هو يساوي واحد على خمسة هاي بالنسبة للفرع بالسؤال الثاني زيان خلينا نشوف الفرع سي السؤال الثاني فرع سي منطيني مقدار جبري طالب من عندي أبسط اللي هو بالفصة الثانية نهاية الفصة الثانية عندي المقادير الجبرية تبسيطة فمنطيني جمع وطرح لما اجي اكتب السؤال الثاني فرع سي الكسر الأول هو ثلاثة على اكس ناقص اثنين ناقص اثنين على اكس ناقص اثنين زائد أربعة زائد اثنين اكس زائد اكس تربيع على اكس تكعيب ناقص ثمانية هذني الكسور الثلاثة طالب من عندي أبسطهم بأبسط صورة فهذا من اجيبه هو الكسر الأول الكسر الثاني ما بهين اي تبسيط او تحليل الكسر الثالث به تحليل اللي هو المقام عبارة عن فرق بين مكعبين هذا ينزل هذا ينزل المقام مكعبين قوس صغير قوس كبير جذر الاكس تكعيب وجذر الثمانية راح نجي نقول مربع الأول عكس الإشارة الأول في الثاني زاد مربع الثاني طلع نفس الفوق يشبه باللبط القوس الشبير يشبه المقدار الفوق ويختصق فراح يبقى ببدالة 1 يعني 3 على أكس ناقص 2 2 على أكس ناقص 2 1 على أكس ناقص 2 راح نجي مادام المقامات متوحدة راح نجي أجمعهم سوهن ثلاثة ناقص 2 زاد 1 ثلاثة زاد 1 اربعة ناقص اثنين اثنين او ثلاثة ناقص اثنين واحد واحد زاد واحد اثنين نفس الشي اثنين على اكس ناقص اثنين فهذا هو الناتج النهائي بالنسبة للسؤال الثاني فرع سي طيب ننتقل للسؤال الثالث السؤال الثالث يقول هرم قاعدتهم ربعة الشكل طول ظلعها اه اثنعش وارتفاعها ثمانية وارتفاعها الجانبي عشرة سنتيمتر جد حجم ومساحة جانبية لهذا الهرم هنا انا عزيزي الطالب بالنسبة للهرم رح نرجع الى موضوع المضلعات موضوع المضلعات موجود عندي بي الفصل الخامس الهندسة والقياس الفصل الخامس الهندسة والقياس اللي هو صفحة 110 عندي اول موضوع اللي هو المضلعات والمجسمات عندي الهرم والمخروض الهرم والمخروض حتى حل هذا السؤال لازم حافظ القوانين اللي موجودة عندي بهذا الجدول اللي هي مساحة جانبية والمساحة الكلية والحجم للهرم فعندي هو السؤال موجود بتأكد من فهمك صفحة 114 منطيني هذا السؤال الرابع النقطة الثانية هرم قاعدتها مربعة لأنه أكون عندي مربع وكو مستطيل كل واحد والقوانين ما تتختلف يعني بالتعويض فهرم قاعدتها مربعة طول ضلعها 12 وارتفاعها 8 وارتفاعها 10 بعشرة نفس المطالب شنو المطلوب من عندي رائد بس الحجم والمساحة الجانبية هنا بتأكد من فهمك يريد الحجم والمساحة الجانبية والكلية فاحنا هنا شنو رائد من عندي رائد فقط الحجم ورايد فقط المساحة الجانبية هذن المطلبين بس فهاي يعني الأشياء المطينيين هو بالسؤال أحاول أنا أكتبه لفوق بداية الحل حتى أعرف شنو الموجود عندي فمن أجي أباوع هنا هسا أنا عندي أول شي القاعدة ما أنت مربعة هاي خليها ببالك طول الضلع 12 طول الضلع هو L 12 الارتفاع هو H 8 سنتيمتر الارتفاع الجانبي الارتفاع الجانبي يرمزوله بL سموال زيان ال سموال واضح يعني نبطي هذ الرمز ماكو مشكلة حتى نقدر يعني نشتخدم إذا تجي تباوع حسا هنانا بالرموز اللي مطينيها هو بالنسبة لصبحة 113 تباوع نرجع له ورا على صبحة 113 هنانا بالهرم قاعد اللي الارتفاع الجانبي ال سموال والارتفاع H والعامد H هذا حتى نميز بيننا وال L اللي هو يمثل طول الظلع اللي احنا كتبناه شون السهنة أنا بالتعويض بنكاتب لك L يعني طول الظلع تمام فهذا L هو طول الظلع وال H هو هذا الارتفاع وال L يمثل الارتفاع الجانبي فأنا هسه حتى أجي أطلع أول مطلب أول مطلب هو الحجم مزيلا نقدر نقدر نقدم طبعا ونأخر عادي ما كو مشكلة نقدر نقدر نقدم ونأخر ما عدنا مشكلة فأنا أول شي هسه أريد أطلع أريد أطلع حجم ومساحة جانبية بس هل المطلبان اللي أريد فهنا أنا عزي الطالب أما بالترتيب طلع المطالب أو تقدم وتأخرف كيف فأنا جئت على الترتيب أول شي الحجم أول شي الحجم الحجم مال الهرم لازم نلاحظ نحن نرجع للسؤال تدير بالك حسب الموجود يقول هرم قاعدت مربعة يعني أنا عندي هرم فحجم الهرم حتى يكتب القانون المات الحجم يساوي 1 على 3 B في H زين ال B هي مساحة القاعدة زين القاعدة ما أنت مربعة فأحتاج ال B فرازم أستخرج ال B إذا راح نقول ال B تساوي مساحة المربع المربع هو طول الضلع في نفسه يعني L في L زين L هو من طنيات 12 يعني ال B تساوي 12 في 12 شفتشون يعني قانون واحد مرتبط بس أنا 12 في 12 144 فال B تساوي 144 سنتيمتر تكليب تربيع عفوا زين هسا بعد ما طلعت ال B وانا عندي ال H أقدر أطلع الحجم أنا سأقول الحجم يساوي ثلث القاعدة في الارتفاع أختصر ال 344 بها 48 48 نظرفها في 8 تطلع لي 384 سنتيمتر تكيب هذا هو الحجم يعني قوانين تحفظه هذا شيء ما سيلي يمثل حجم الهرم زين المطلب الثاني شي رائد من عندي مساحة جانبية المساحة الجانبية أيضا بيها مطالب فسنا جنع المساحة الجانبية اللي هي L A طبعا L A المساحة الجانبية و T A المساحة الكليية المساحة الجانبية هي نصف المحيط نصف المحيط مع القاعدة في الارتفاع الجانبي اللي هو L كتبنا زين هذا دقات جهة بس الارتفاع الجانبي هو عشرة كتبت أنا بالبداية بس P اللي هو محيط القاعدة أنا ما عندي القاعدة هي مربعة فلازم أرواح أطلعها فشفت شون فبالحجم تاجيني مساحة القاعدة وبالمساحة الجانبية تاجيني المحيط واضح؟ فكل واحد لازم تعرف القوانين مال فإذن P تساوي طبعاً إذا كانت القاعدة مستطيلة فراح تتغير القوانين لأن هاي القاعدة مربعة تتغير القوانين ما للمحيط وما للمساح بما أنه هي مربعة ومحيط المربع هو أربعة في طول الظلع يعني P تساوي أربعة في طول الظلع اللي هو 12 أربعة في 12 48 سنتيمتر فإذن L A تساوي نصف P ال P طلعت 48 والمساحة الجانب أو عفوا الارتفاع الجانبي هو عشرة اللي هو L small فراحة جيهة سأختصر الاثنين ويا الـ 48 بها 24 24 في عشرة ينزل الصفر وصير 240 سنتيمتر تربية الفرق اللي يبقى عندي إذا راد من عندك المساحة الكلية المساحة الكلية هي سوى انتهي الحل هنا أنا هاي ما عندي مشكلة فلاص الحل لكن خاف يجي بك يا المدرس بالامتحان ويضيف لك ويا المساحة الكلية المساحة الكلية بس ضيف هذا القانون هذا يعني ما موجود هسا بالحل هاي بس تنويه لك قانون المساحة الكلية اللي هو TA يساوي نصف P المحيط في L اللي هو يعني هذا القانون من المساحة الجانبية زائد اللي هو من هو زائد المساحة يعني يعني نفس القانون ما للمساحة الجانبية لكن اضيف فيها المساحة ما لClass 정도 فانت إذا اراز من عندك المساحة القلية فانت لازم غصف warrant تروح ونطلع المساحة الجانبية حتى تجي ونطلع المساحة الكلية المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة يعني اللي هي هنا لدي مربع فلاحظوا فضروري نازم نعرف القانون ما من المساحة الكلية والمساحة الجانبية هذا بالنسبة للسؤال الثالث فرع A نجي للسؤال الثالث فرع B السؤال الثالث فرع B يقول اكتب الحد العشرين من المتتابعة الحسابية اللي يمطيك الحدود مالتها وحدد ما إذا كانت هاي المتتابعة هي متزايدة أم متناقص هذا طبعا السؤال موجود بأسئلة المتتابعات إذا نرجع على الفصل مالتنا اللي هو الفصل الأول إذا نرجع لي وراء راح نتقام موجود طبعا هو هذا السؤال مرة يجيبون هذا بالوزارة ومرة يجيبون التمرين يعني مرة يجيبون المثال هو سجابين هذا المثال المثال الرابع النقطة الثانية اكتب الحد العشرين من المتتابعة الحسابية وحدد إذا كانت متناقصة أو متزايدة مرة يجيبون بالتأكد من فهمك اللي هو عندنا هذا سؤال الدعش فمرة هذا ومرة هذا يعني هاي كلش مهمات فإذا جيتها ثانية على هذا السؤال يقول اكتب الحد العشرين من المتتابعة الحسابية مطيني هو طبعا المتتابعة الحسابية ذات جباوة على حدود مالتها هي عبارة عن ستة فارزة واحد فارزة سالب اربعة فارزة سالب تسعة دائما لان حتى يطلع اي حد لازم احتاج الحد الاول والاساس الحد الاول موجود اللي هو اول واحد يبقى عندي الاساس الاساس هو الحد الثاني ناقص الحد الاول يعني واحد ناقص ستة يعني الاساس يساوي سالب خمسة لقيت الاساس وعنتي الاي زيان هو رايد الحد العشرين يعني الان فأجي اكتب القانون يو ان تساوي اي زائد اي ناقص واحد في الاساس راح اجي انا رجي اطلع الحد العشرين الاي ستة ناقص واحد لان الان في الاساس اللي هو سالب خمسة تعود الان عندي عشرين للحد عشرين الاي ستة للحد الاول ستة الدي سالب خمسة لان الاساس سالب خمسة احد اقوم احا جاء عوض ستة زائد 20 ناقص واحد يعني تسات عشر في سالب خمسة ستة تنزل موجب فيه سالب سالب تسات عشر فيه خمسة هي سالب خمسة وتسعين ناختشارة الأكبر ونطرح فيطلع الناتج سالب 89 بما أنه الأساس مالتي أصغر من الصفر يعني سالب فمعناته شنو؟ المتتابعة متناقصة ما دام الأساس أصغر من الصفر سالب يعني المتتابعة متناقصة هاي بالنسبة للسؤال الثالث فرع بي زين نجي للسؤال الرابع السؤال الرابع يقول حلل كل من ما يتي مطيني ثلاث مقادر طالب من عندي أحللهم الأول هو عشرة زاعة تسعة زد ناقص تسعة زد تربيع الثاني هو عبارة عن تسعة ناقص واحد على ثلاثة أنتك عيب والثالث هو عبارة عن سبعة وعشرين أكس تكعيب زت ناقص ثلاثة أكس زت تكعيب أذن يريد ثلاثة رايد من عندي أحللهم حسب اللي خدناه بالفصل الثاني أما تجربة أو عام المشترك أو فرق بين مربعين أو مكعبين أو تجميع مع الماكوس يعني اللي خدناه نحن سابقا نقول إثم فإذا نجهس على أول وحدة ريد نحللها هاي حللها بالتجربة أفتح قوسين موجب فيه موجب موجب وموجب فيه سالب سالب العشرة راح أقول إثنين فيه خمسة والتسعة راح أقول ثلاثة فيه ثلاثة والزت تربيع هي زت بزت لا ننسى الزت تنكتب وياه يعني ثنين زائد ثلاثة زت خمسة ناقص ثلاثة زت لازم أتأكد من الحل صح له غرض نضرب وسطين بطرفين ثلاثة فيه خمسة خمسة عشر واثنين فيه ثلاثة سالب ستة ناخد شرط الأكبر ونطرح ريطيني تسعة زت اللي هو الوسط يعني تحليلي صحيح زي نجعل ثاني واحد ثاني واحد هو عبارة عن عام المشترك اللي هو الثلث دائما من تفقين من انطلع كسر عام المشترك المقام يضرب في الحد الثاني دائما من عندك حدين ونطلع عام المشترك كسر المقام مال الكسر يضرب فيه البسط أو يضرب فيه المقدار الثاني مزيح فالثلاثة فيه تسعة سبع وعشرين ناقص ان تكعي والعكس صحيح إذا شارت الواحد على ثلاثة هنا والتسعة هنا نفسي حالي نضرب بثلاثة فيه تسعة نفسي شي هذا رح يصير عبارة عن مكعبين يعني الثلث ينزل وأفتح قوس صغير قوس سبير السبع وعشرين هي ثلاثة والن تكعيب هي ان رح نقول مربع الاول عكس الاشارة الاول في الثاني زائد مربع الثاني هذا قانون مال مكعبين النقطة الثالثة عبارة عن عام المشترك عندي سبع وعشرين وعندي ثلاثة عندي اكس تكعيب وعندي اكس اس واحد عندي زت اس واحد وزت تكعيب بالنسبة للأعداد ناخذ أكبر عدد مشترك أكبر عدد مشترك اليوى الثلاثة بالنسبة للحروف ناخذ أصغر اس ثاني عندي الاكس تكعيب والاكس اس واحد فأاخذ اكس اس واحد زت اس واحد زت تكعيب أخذ زت واحد 27 تقسيم 3 بها 9 X تكعيب تروح من عدها 1 تبقى 2 Z تروح ويا Z 3 تروح ويا 3 X تروح ويا X Z تكعيب تروح من عدها 1 تبقى 2 هذا يتحلل فرق بين مربعه مرة ثانية يعني 3XZ ينزل وهذا ينفتح بفرق بين مربعه موجب سالب 3X ب3X Z بZ فصار عندي هذا هو عبارة عن التحليل الماتي ليه السؤال الرابع فرق أي مطيني حدود مزيد السؤال الرابع فرق B يقول لي حل المعادلة هذه المعادلة كسرية هي نهاية الفصل الثالث معادلات كسرية هنا أن المعادلات الكسرية تنحل بطريقتين أما صفر المعادلة وأحلها مزيد أو مباشرة أضرب طرفا في وسطين وبعدين أصفرها يعني أنت حر مباشرة فأنا أبسط طريقة عندي اللي أضرب طرفا في وسطين أصفرها حتى أقدر أحلها بالتجربة بشكل سريع فمن يجي نباوع على السؤال مالتنا اللي هو السؤال الرابع فرع B أكس زائد أربعة على أكس تربيع يساوي 1 على 2 فدائما من عندك كسر يساوي كسر طرفهم في وسطين فإذا أكس تربيع مضروف في واحد هو أكس تربيع يساوي الثنين مضروف في هذا يعني الثنين فيه أكس وثنين فيه أربعة الثنين فيه أكس هي الثنين أكس واثنين فيه أربعة ثمانية وزعت وكمل بعد ما وزعت راح أصفر الثنين أكس والثمانية أجيبهم ويا الأكس تربيع من أجيبهم أغير الإشارة مالتهم فهي الثنين أكس يصير سالب وهي الثنين أكس يصير سالب إذا نجد يساوي صفر صارت عندي هاي معادلة تحل بالتجربة أفتح قوسيا موجة فيه سالب سالب وسالب فيه سالب موجة الأكس تربيع هي أكس بأكس هاي الثمانية أسويها عددين بحيث إذا نقصتهم يطلع الاثنين أربعة في اثنين حتى نقول أربعة ناقص اثنين اثنين فراح يصير عندي أما أو أما القوس الأول يساوي صفر أو القوس الثاني يساوي صفر يعني أما هذا القوس صفر أو هذا القوس صفر إذا القوس الأول صفر راح أنقل الأربعة يطلع للأكس موجب أربعة وإذا القوس الثاني راح نقل للاثنين فيطلع لسالب اثنين يعني مجموعة الحل هي عبارة عن سالب اثنين فارزة أربعة هاي بالنسبة للسؤال الرابع فارعبي معادلة كسرية عادية ما بها اي مشكلة ونحلة زين نجي إلى السؤال الخامس السؤال الخامس يقول يثبت أن ساين الخمسة واربعين سيقن الخمسة واربعين زائد كوساني الخمسة واربعين ساين الخمسة واربعين يطلع بالأخير يساوي اثنين طبعا هنني عزيزي الطالب انت حتى تعرف قيم هنش قد لازم حافظ الجدول طبعا هذا الجدول هو موجود عندي بالفصل الرابع نجي على الفصل الرابع قليجي نفتح الكتاب حتى أدليك بالصفحة مالتها اللي هنا عندي القيم مال النسب المثلثية طبعا النسب المثلثية بصفحة 105 صفحة 105 النسب المثلثية عندي هذا الجدول اللي هو موجود بصفحة 106 لزوائل 30 وال60 والخمسة واربعين والتسعين والصفر الساين والكوساين والتان وهنا هنا عندي المقلوب مالتهم اللي هو كوسيقى وسيقى وكوتا هو هنا في هذا السؤال جايب ليه رأخبوطه سوح قايل لي اثبت أن بلا خلنا نرجع للسؤال يطلع يساوي اثنين هذا السؤال موجود ب خنشوفين موجود عندي موجود بالتمارين على ما اعتقد يعني اي موجود هنا تدربوا حل التمرينات صفحة 108 السؤال السابق يقول اسبت أن ساين الخمسة واربعين سيقى الخمسة واربعين زائل كوسيقى الخمسة واربعين ساين الخمسة واربعين يطلع يساوي اثنين فأنا حتى اكتب هذا السؤال حتى اجي لازم حافظ النسب مالت ساين خمسة واربعين سيقى الخمسة واربعين كوسيقى خمسة واربعين ساين خمسة واربعين أثبت لها يساوي اثنين أنا هنا كل واحد من عينتهم لازم حافظ القيمة مالت مباشرة أخلي النواة جمالت تمام فإذا نجع على ساين الخمسة واربعين ساين الخمسة واربعين إذا تجي تباوى عز الطالب بالنسبة لساين الخمسة واربعين نحن نحن نحافظين موجود بالجدول هذا وانا قبل العرق ساني ال 45 و 1 على جدرة 2 سيقه 45 السيقه هو مقلوب الكوسين كوسين ال 45 1 على جدرة 2 فمقلوبه يصير جدرة 2 على 1 جدرة 2 على 1 زاد طبعا هو بينات مضرب دير بالك كوسيقه 45 كوسيقه مقلوب الساين الساين هو 1 على جدرة 2 فمقلوبه جدرة 2 على 1 الساين ال 45 هو أيضا 1 على جدرة 2 فإذا مباشرة أني حافظ النساء عوضت بما أنه عملية الضربة رح يصير اختصار فجدرة 2 نروح هي جدرة 2 1 في 1 و 1 1 زاد 1 و 2 فهو المطلوب لأنه قال لك بالسؤال تثبت أنه يساوي الثين فاطلع بالأخير يساوي الثين هاي بالنسبة للسؤال ياسوار احنا ما كتبناه السؤال الخامس فرع اي هذا السؤال الخامس فرع اي زاد نجح على السؤال الخامس فرع بي سؤال الخامس فرع بي يقول ما العدد الذي يزيد نصفه عن ربعه بمقدار 3 هاي الأسئلة الخاصة بالفرضيات مال التجربة بالفصل الثالث ما عندي أسئلة التجربة أكون أسئلة مباشرة وأكون مسائل مسائل فرضيات فهي من أسئلة المسائل الفرضيات مال التجربة اللي هو بالفصل الثالث فهنا أنا لازم أفرض حتى أحل هذا السؤال فيقول ما العدد الذي يزيد نصفه عن ربعه بمقدار 3 سؤال خامس بي راح نجي نكتب واحد واحد أول شياني عندي عدد فأول شيء راح أسويها نفرض العدد X نفرض العدد يساوي X نرجع للسؤال العدد الذي يزيد نصفه إذن نصف العدد عندي نصف العدد هاي فرضيات جديدة نصف العدد يعني نص X هو العدد مو X نصه 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 X قال يزيد نصفه عن ربعه إذن ربعه تاج ربع العدد إذن ربع العدد العدد هو مو X ربعه واحد على ربعه زيد بمقدار 3 دائما قلنا حتى نعرف الزيادة لازم نقص مصح؟ زيد أنا نقصه كبير من الزغير زيد ننتبه لي شوية أنت عندك نص وعندك ربع من هو كبير؟ النص كبير مصح؟ إذن نصف العدد ناقص ربع العدد تطلع للزيادة اللي هي شقيت 3 فصار عندي هذا السؤال زيد هذا السؤال يحتاجه شوية تبسيط أنه لازم تخلصه من المقامات فعندي طريقتين أما نضرب المعادلة كلها في عدد بحيث تخلص من الأربعة إلى أثنين أو مرة تخلص من الأربعة بدين تخلص من الأثنين نفس الشيء فإحنا شو راح نسوي هسب هاي الحالة؟ راح نجي نتخلص من الأثنين إلى أربعة بنفس الوقت فالثنين في أربعة ثمانية فراح هضرب المعادلة كلها في ثمانية هاي طريقة أو بالبداية شو سوي نتخلص من هاي الأربعة والباقي بعدين نتخلص من عنده تمام؟ هذا اللي راح نسوي يعني نفس الشيء يتولي يتعاد ماكه مشكلة فراح نجهز أول شغلة راح نسويها راح نضرب في أربعة فأربعة في نص يعني أربعة في نص X ناقص أربعة في ربع X زائد ثلاثة في أربعة ضربت المعادلة كلها في أربعة هاي ضربتها في أربعة وهاي ضربتها في أربعة وهاي ضربتها في أربعة أداك اقتصاد نختصر أربعة شكمل ثنين بها ثنين أربعة تروحوا إلى أربعة وثلاثة في أربعة 12 أرجع مرة ثانية راح شا سوي؟ صارت عندي هاي المعادلة أصفر زين؟ يعني أجيب الـ 12 لا ما أصفر لأنني ما عندي تربيع عادية هاي فاثنين X ناقص 1X هي X فطلعت الـ X فقدرت أحلها بدون ما أستخدم التجربة لأنني ما مطيني مربع زين؟ فطلعت الـ X تساوي 12 العدد هو 12 إذن الفكرة بالسؤال شنو كانت؟ قائل لي بالسؤال إذا نرجع له ما العدد الذي يزيد نصفه عن ربعه بمقدار 3؟ فمن أجب هو حسان عزيز الطالب؟ نصف العدد نص X ربع العدد ربع X يقول العدد الذي يزيد نصفه عن مربعه بمقدار 3 يا هو؟ طلع العدد 12 فأني قلت نصف ناقص ربع يعني تشبير ناقص الزغية يطلع الزيادة فأول شغلة أخلصت من هذه الأربعة صارت عندي 2X ناقص X تساوي 12 2X ناقص 1X هي X إذن X تساوي 12 فصار عندي هذا السؤال طبعا أنا ببداية توقعت أنه أراه ينحدد تجربة لكن بعد ما حلت فطلع المادة كل شيء بسيط الفرضية مالتي هي التي فرضت عليها هذا الشيء فطلع الناتج كل الص كل شيء سهل مزيد نجح على السؤال السادس السؤال السادس يتكون من ثلاث أفرع مزيد نجح على الفرع الأول الفرع الأول هو عبارة على المبارهنة والمبارهنات هي موجودة بالفصل الخامس الفصل الخامس هو عبارة على المبارهنات طبعا كل مبارهنة إليها قانون نمش عدي فأنا من إجهة أبا أحسه على الفصل الخامس يقول في الشكل المجاور جد قيمة أكس وطول كل من بي أم و أي أم يعني المستقيم أي أم و المستقيم بي أم فإذا نجح السحنا على المبارهنات اللي عندي المبارهنة اللي موجودة زي إحنا عدنا مواضيع المبارهنات عزيز الطالب إذا نجي شوي على الكتاب حتى نفهم هو من أي موضوع جايبها عندي موضوع الدائرة ومبارهنات مالته زي وعدنا المماس فأني من أجي باوع الشكل هو عبارة عن مماس زي وأيضا هو عبارة عن قطع مستقيمة لاحظوا يا هذا اللي هو بصفحة مية و ثمان و عشرين فهنا من الأجي باوع المبارهنة مالتي هي عبارة عن قاطعين فمن أجي باوع يا مبارهنة تكون بها قاطعين باوع لع الشكل سنرجع على الشكل عندي دائرة وبها قاطعين يعني مستقيمة يعني أكو زوايا خارجية وأكو زوايا داخلية واضح؟ فهي مبارهنة القاطعين في الدائرة مبارهنة القاطعين في الدائرة زي فلاحظوا يا عزيز الطالب الرسم وأيضا صفحة مية وتسعة و عشرين صفحة مية وتسعة و عشرين مبارهنة القاطعين للدائرة فأنا عندي قاطعين هذا الشكل و هذا الشكل وهو بالسؤال أو بالامتحان جابلنا هذا أنه طول اله بي في طول اله اي يساوي اله ام في اله كي يعني الجزء في الكل يساوي الجزء في الكل فهذا اللي راح نستخدمه احنا فمن يجب هو على الرسم المنتي هو مطيني بالسؤال؟ السؤال السادس اي مطيني هاي الدائرة قاطع الأول قاطع الثاني هنا لمسمي لي ام زيان؟ وأيضا مطيني انه هاي النقطة سي النقطة التقاطع الأول هاي التقاطع الثاني اسمها اي اللي قاطعات الدائرة وهنا لعندي دي وهنا لمنطيني بي لو طوال المطينيان الام سي طولة ثلاثة والام دي طولة اثنين والدي بي طولة سبعة والسي اي مجهول ماكو ما معلوم اكس فهو بالسؤال ايش رائد من عندي؟ جد قيمة اكس يعني يريد من عندي قيمة السي اي شكت هذا فاني حتى اطلع قيمة السي اي راح استخدم المبارهنة ما القاطعين مبارهنة ما القاطعين شو تقول؟ تقول الام دي يساوي الام بي عفوا الام دي في الام بي الام دي في الام بي يعني الجزء في الكل يساوي نفس الحالة بالنسبة للفوق الام سي في الام اي فراح استخدمه فراح اجي هذا اثنين الام دي او الكل اللي هو الام بي هذا سبعة وهذا اثنين فاجي جمعهم جدي يصورون سبعة زائد اثنين تسعة يساوي الام سي الام سي ثلاثة فيه الام اي هو هذا كله من الام للاي يعني ثلاثة زائد اكس سيصوري شكل عبارة عن علاقة اثنين في تسعة ثمنتعش تساوي ثلاثة في اكس زاد اكس جمع بدالي هنا عندي طريقتين اما اقسم على ثلاثة او ادخل الثلاثة على القوس فانا راح اقسم على ثلاثة حتى اتخلص من عندها فثمنتعش زين تقسيم ثلاثة هي تسعة زين هي طريقة او الطريقة الثانية انه نضرب ثلاثة فيه تسعة ثلاثة فيه اكس هي ثلاثة اكس ما Fighting زين راح اقسم على ثلاثة انه ثمنتعش تقسيم kaik purchase ثلاثة من نضربه ثلاثة يطلع ثمنتعش والي هو ستة ستة فيه ثلاثة ثمنتعش فراح تروح هذا ثلاثة تبقى ثلاثة زائد اكس زين اجيب الثلاثة من الستة راح أصبح 6 ناقص 3 تساوي X 6 ناقص 3 تساوي 3 إذن X تساوي 3 طلعنا قيمة X مدان طلعنا قيمة X جيد فإذن أنا شارع عندي صار AM هذا AM كلية 3 زائد 3 6 والM B أو BM هو 9 فصارت عندي هاي الأبعاد بالنسبة للسؤال وهو قال لي بالسؤال نرجع له جد قيمة X قيمة X طلعتها هاي المطلب الثاني رادما عندي وطول كل من AM والBM هذا AM والBM طبعا احنا كتبنا MB يعني غيرها نكتبه BM يعني هو رادها شنو بالرمز مالتها رادها BM أقدر أغيرها هاي BM 9 تساوي 9 ترا هي نفس الشي يعني BM أو MB نفس الشي طبعا الMB ما نجيبه هي من جمع هذا ويهذا 7 زائد 2 تسعة والMA هو من جمع الثلاثة ويهل X X طلعتها ثلاثة فثلاثة زادي ثلاثة 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 ستة فصال عندي هذا هو بالنسبة لمبرهنة القاطعين في الدائرة بس طالب يقول زين ليش مو يطلع الام اي هو يساوي الام بي نفس الشي مو نفس الشي يعني ده باوع عليهم حتى من يجي نباوع على الرسم اللي منطينياء باوع على الرسم عبالك نفسه لا مو يتلحش يعني قواطع وبداخلهن يصير أوتاء وتكون ممش شابهة أو ممش ساوية بالقياسات فما يصير نقول القياس مال فوق نفسه مال الجو زين نجي على السؤال السادس فرع بي يقول إذا كان الاف هو من زة الى زيت ومطي نقعة تخترام والاف والجي من زة الى زيت ومطي نقعة تخترام مع ال��جي يريد قيمة اكس إذا كان F تركيب الجي بالنسبة للاكس يساوي دعش إذن هنا أرجعني للفصل الأول اللي هو التركيب ورايد من عندي F تركيب الجي بالنسبة للاكس يساوي دعش ورايد من عندي إيجاد قيمة الأكس طبعا هو منطيني قاعة الاخترام مال الأكس مال الأف عفوان ومنطيني قاعة الاخترام مال الجي ورايد من عندي أركب حتى أطلع قيمة الأكس هنا أنا عايزي الطالب ما يصير تعوض عن قيم الأكس حتى أطلع النواتج غلط هنا أنا طالب من عندي تركيب فراح أجي هسا هذا ما يحتاج أدلي كبيره هو بالفصل أول أصلا F تركيب الجي راح أجي حسب التعريف الأف تطلع بره أشتغل على الجي قاعدة الجي هي 2x ناقص 1 يعني F 2x ناقص 1 قاعدة الجي راح تدخل بالأف يعني هايا كلها راح تصير هنا يعني قاعدة الجي زائد 2 2x ناقص 1 زائد 2 تساود 10 يعني ركبت قاعدة الجي بنص قاعدة الأف فصارت عندي ها زين هنا أنا سالب 1 زائد 2 نأخذ شرط الأكبر ونطرح بينقيني زائد 1 أنقل الواحد للجهة الثانية تصير سالب يعني 2x تساوي 11 ناقص 1 يعني 2x تساوي 11 ناقص 1 10 أجي أكمل هنا 2x تساوي 10 تقسم على 2 إذن x تساوي 10 تقسيم 2 5 يعني مجرد ركبت وكملت طلعت قيمة x انتهى الحل هاي بالنسبة للسؤال السادس فرع b زين نجري السؤال السادس فرع c السؤال السادس فرع c سؤال السادس فرع c نقرأ السؤال كليتا زين إذن مواضح شوي ورقة تحتوي على 8 أسئلة راح أقرأني ونتكتبينك ورقة تحتوي على 8 أسئلة إذن عندي 8 أسئلة بالورقة المطلوب الإجابة عن 5 الإجابة عن 5 بكم طريقة يمكن اختيار الأسئلة إذن ورقة تحتوي على 8 أسئلة زين والمطلوب الإجابة عن 5 فقط ما قال لي أنه أكوتارك ما أكوتارك ما ذكره بالسؤال قال مجرد أنت عندك أسئلة زين والإجابة على 5 أكوتارك ايه صح أكوتارك أثمنا السئلة وإجابة على 5 يعني أنت تترك 3 واضح ما دام أكوتارك فخلي بالك يعني هذا موضوع التوافق زين فإذا راح أجي 8 أسئلة الإجابة عن 5 تمام يعني أكوتارك فراح أجيك تبقل توافق الآن ما أخذ معدها R دائما الآن اللي تكون هي الشبيرة فأني قانون التوافق لازم حافظينه اللي هو بالفصل السادس مضروب الآن مضروب الآن فيه ناقص R كل مضروب راح أجيك توافق الزمانية سنة ما أخذ معدها 5 يعني أقول مضروب الزمانية على مضروب الخمسة فيه ثمانية ناقص خمسة لكل مضروب راح أفك حسب المضروب راح نجي هنا ثمانية ناقص خمسة ثمانية ناقص خمسة طبعا هاي الخمسة مضروب تنزل ثمانية ناقص خمسة هي ثلاثة فرح أفك الزمانية لحد الخمسة يعني راح نقول هي ثمانية في سبعة في ستة في خمسة مضروب وأتوقف حتى أختصر هذا المضروب وهذا المضروب والمضروب ما المقام اللي هو الثلاثة فكه للأخير ثمانية في سبعة في ستة على الثلاثة هي ثلاثة في اثنية في واحد إذا أكو اختصار نختصر ثلاثة في اثنية 6 تروح ويا 6 8 في 7 56 إذن 56 طريقة حتى أحل هاي الأسئلة أنا هو إذن قال لك بالسؤال إذا نرجع له ورقة تحتوي قلنا على 8 أسئلة والمطلوب الإجابة عن 5 فقط أو الإجابة عن 5 بكم طريقة يمكن اختيار الأسئلة بكم طريقة يمكن اختيار الأسئلة فإذن عدد الطرق تساوي 56 طريقة فلينها نكون خلصنا وياكم وشرحنا حل أسئلة الامتحان التمهيدي للعام الدراسي 2024 يا رب نتمنىكم إن شاء الله توفيق والنجاح مثل ما استردنا وياكم هاي الأسئلة مع الامتحان التمهيدي هي عبارة عن 6 أسئلة الإجابة عن 5 ولكل السؤال 20 درجة نتمنىكم يا رب التوفيق والنجاح اللهم آمين وأي سؤال عندك عيد الفيديو من جديد وأنا أيضاً راح أقسم لكم الفيديو حسب الأسئلة بحيث أنت تختار يا سؤال تريد مباشرةً تضغط عليه حتى يطلع لك رب يحفظكم إن شاء الله في أمان الله مباشرةً ترجمة نانسي قنقر مباشرةً ترجمة نانسي قنقر مباشرةً ترجمة نانسي قنقر